موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أرويقة رمضان وموعدنا اليوم مع شخصية شهيرة ذائعة الشهرة ملأت الدنيا وشغلت الناس حتى أن المستشرق الصهيوني المتعصب بيرنرد ليوس مستشرق المشهور قال عنه إنه أعظم مؤرخ العرب ولعله أعظم مفكر تاريخي في العصور الوسطى وأثار علمنا هذا يعني إعجاب الأولين والآخرين بكتابه الفريد حتى هذا الكتاب الذي ألفه قال فيه المؤرخ الإنجليزي الكبير الشهير أرنولد توينبي إنه بلا شك أعظم عمل من نوعه أبدعه عقل في أي زمان ومكان يعني أكاد أن يقول إنه أفضل كتاب كتبه بشر وحتى المستشرق الشهير مارجليوث صمويل مارجليوث يقول فيه عن هذا الكتاب إنه لا مثيل له في الأدب العربي وقل أمثاله في أي أدب وجد قبل اختراع الطبعة وجوزيف دهموس يقول عنه إنه أكثر الدراسات تقدما في الحضارة وفلسفة التاريخ قبل العصر الحديث وفقا لكل الاعتبارات صاحبنا اليوم هو المؤرخ الكبير القدير وعلامة الحضارة الإسلامية التي تفاخر بها العالمين إنه عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع والقاضي والفقيه المالكي الشهير والدبلوماسي والسفير والسفير هو طبعا سفير في المشرق وفي المغرب أيضا ابن خلدون ولد في رمضان وتوفي أيضا في رمضان توفي فجأة في رمضان من عام 888 الهجرة كان يوم رحيل ابن خلدون عن هذا العالم في القاهرة العامرة الزاهرة التي شهدت آخر مستقره وفيها بلغ ذروة نطجه وفيها أيضا كتب النسخة الأخيرة من مقدمته الفريدة تصور أنكم تتذكرون لما تكلمنا عن شيخ المؤرخين المصريين تقييد دين المقريزي تكلمنا عنه في الحلقة السادسة عشرة من هذا البرنامج للنستاشر رمضان كان يوفق وفاة المقريزي ذكرنا أن المقريزي كان معجبا جدا بابن خلدون ومتيما به وأنه قال عن مقدمته بأن هذه المقدمة لم يعمل مثالها وإنه لعزيز أن ينال مجتهد منالها فإنها زبدة المعارف والعلوم وخلاصة العقول السليمة والفهم هذه كلمة المقريزي وساعتها في هذه الحلقة ذكرنا أن ابن خلدون كان من أهم الشيوخ المقريزي وأن المقريزي كان أنبغ تلميذ ابن خلدون وأن بعض المؤرخين كان شايف أن المقريزي طبق في مؤلفاته عن التاريخ المصري أفكار ابن خلدون فإحنا حكينا عن التلميذ وجاء اليوم أن نحكي قليلا عن الشيخ عبد الرحمن ابن خلدون ولد في أول شهر رمضان من سنة 732 الهجرة ويعني في القرن الثامن الهجري في القرن الرابع عشر الميلادي أصراته يعني أصولها البعيدة ترجع إلى حضر موت اليمنية فهو أصوله أصول عربية لكن انتقل أجداده القدماء إلى الأندلس والأندلسيين لهم لهجة يجعلون فيها الإسم مضافا إلى الوو والنون فيعني مثلا حفص يصير حفصون زيد زيدون عبد عبدون وخالد صار خلدون فهذا الجد البعيد من خلدون نزل الأندلس مع بداية دخولها في الحكم الإسلامي وهناك كانت له أسرة عريقة استقرت في إشبيلية إشبيلية يعني كانت المدينة الثانية تعتبر في الأندلس بعد قرطبة العاصمة وفي ملوك الطائف كانت المدينة الأولى فأسرته في هذه المدينة أسرة شهيرة توزع أبناؤها بين جاه العلم وجاه السلطة يعني إما أن يكونوا في أروقة السلطة أو إما أن يكونوا من العلماء فالأسرة كانت من أعيان إشبيلية وأحيانا قامت هذه الأسرة بمحاولة للاستقلال عن الإمارة الأموية في فترة القرن الرابع الهجري أيام عبد الرحمن الناصر وفيما بعد كانت هذه الأسرة أيضا فاعلة حتى في أحداث القرن السابع الهجري لما بدأت ضعف يعني يصيب الأندلس وبدأت تسقط الحواضر الأندلسية على يد النصارى القشتاليين ولما شعر أعيان هذه العائلة بأنه خلاص الأمر ضعف ومسألة السقوط صارت قريبة رحلوا إلى المغرب ولما رحلوا إلى المغرب نزلوا في المغرب الأدنى اللي هو تونس دلوقتي يعني نزلوا في جوار الحفصيين وكانوا ساعة إذن هم الحكام وفيها استقروا أكثر من مئة عام فهناك في تونس ولد ابن خلدون كعادة التعليم في عصورنا الإسلامية الزاهرة نشأ الفتى ابن خلدون فتعلم القرآن واللغة العربية والحديث الفقه أصول الفقه أصول الدين المنطق العلوم العقلية ومقدمته شاهدة على حياتته بهذه العلوم وظهر نبوغه وذكاؤه لدرجة أننا وجدنا أنه عمل كاتبا لسلطان تونس وهو لا يزال في العشرين من عمره يعني منذ أن كان في العشرين من عمره دخل في عالم السياسة وطبعا جاء الطاعون الكبير الطاعون المشهور في العصور الوسطى هذا الطاعون استمر يعني طاعون البحر المتوسط الذي أفنى كثيرا من الناس هذا الطاعون جاء في تونس في ذلك الوقت وكان ابن خلدون ما يزال في السابعة عشر من عمره ومن مأساته أنه هلك في ذلك الطاعون أبوه وأمه وهلك كذلك بعض مشايخه يعني بعد رحلة حافلة بالحوادث المغامرات وهي أصلا حياة ابن خلدون كلها حافلة بالحوادث المغامرات بالمناسبة ابن خلدون ترجم لنفسه يعني كتب صيراته الذاتية في كتاب بعنوان التعريف بابن خلدون ورحلاته شرقا وغربا يعني يمكن لمن أراد أن يتوسع أن يراجعه فالمهم ابن خلدون بعد يعني عدد من الحوادث المغامرات سافر إلى فاس بالمغرب وكان ذلك بغرض أنه ستصل بالسلطان أبي عنان وأبي عنان كان مرينيا من الدولة المرينية ويعني كأن ابن عنان سمع ابن خلدون وعمل كاتبا له ويعني أبو عنان سلطان أبو عنان ارتبط به حتى أن ابن خلدون كان يشهد معه الصلوات وكان يكتب له كما قلت ويوقع عنه طبعا في المغرب انفتح ابن خلدون على كثير من العلوم والمعارف الأخرى على يد علماء المغرب وعلى يد علماء الأندلس الذين كانوا يفيدون إلى السفارة من ملوك الأندلس يعني علماء الأندلس في ذلك الوقت كان العلماء عادة هم سفراء ذلك الزمن أو على الأقل كان السفير من المبرزين في العلم أشهر ما في ذلك طبعا سفارة الباقلاني التي تعرفونها جميعا لما سفر بين الدولة العباسية وبين الروم فعلماء الأندلس أيضا ممن تلقى عنهم ابن خلدون العلم وهنا بدأ يبرز تبرز شخصية ابن خلدون شخصية النابغة المتميزة التي تعمل في أروقة السياسة هنا بدأت تظهر المضايقات والمؤامرات التي عادت ما تكون في أروقة السلطة وفي دهاليز قصور الحكم فجاءت وشاية وصلت إلى السلطان أبو عنان تقول له بأن ابن خلدون يتأمر مع الأمير محمد الأمير محمد كان متولي على مدينة بجايا بجايا طبعا مدينة في الجزائر معروفة لأن هذا الأمير يريد أن يسترجعها فهو يقوله أن ابن خلدون صاحب هذا الأمير ومتواطئ معه فساعة إذن أدى هذا إلى حبس ابن خلدون فحبس هذه أول مرة يحبس فيها وهو لا يزال في السادسة والعشرين من عمره بعد أقل من عامين توفي هذا السلطان وهو السلطان أبو عنان الماريني فقام بأمر الدولة من بعده وزيره الوزير اسمه الحسن بن عمر هذا الوزير أول ما تولي حكم يعني كعادة الرؤساء أطلق المعتقلين ومنهم ابن خلدون وكافأه وعوضه وأعاده إلى منصب الكاتب ظن ابن خلدون في منصب الكاتب حتى مع شوية انقلابات حصلت فيما بعد في العائلة المارينية يعني هذه العائلة المارينية انقلبت على الوزير ابن عمر لو الحسن بن عمر فبقي ابن خلدون كاتبا عن السلطان لم يتحول كذلك يعني حتى السلطان الجديد اللي هو انقلب على الوزير كنسب منصور ابن سليمان بقي معه كاتبا وبقي كاتبا حتى لما تم الانقلاب على السلطان منصور وتولى سلطان آخر اسمه أبو سالم وأبو سالم هذا أضاف لابن خلدون إعجابا به ولاية خطة المظالم طيب في مرحلة تانية يعني الكلام ده كان من 26 إلى 32 سنة يعني حوالي 6 سنوات عند 32 سنة ذهب ابن خلدون من المغرب إلى الاندلس وفي ذلك الوقت كان فيها السلطان أبو عبد الله محمد هذا السلطان هو ثالث ملوك بني الأحمر الذين كانوا يحكمون غرناطة الاندلس كانت في ذلك الوقت لم يبقى فيها إلا غرناطة كان يحكمها بني الأحمر هذا السلطان هو أحد بنات قصر الحمراء القصر البديع الموجود في غرناطة المعلم الأثري المشهور فكانت المعرفة بينه وبين السلطان يعني بين ابن خلدون وبين السلطان انعقدت من خلال الوزير والسفير والمؤرخ الكبير لسان الدين بن الخطيب اللي هو صاحب المؤلفات المشهورة ومن أبرزها التحفة التاريخية وهو كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة فهنا ذهب ابن خلدون إلى الاندلس بعد عام واحد بدأت المضايقات في الاندلس كان ابن خلدون أثار إعجاب السلطان أبو عبد الله بن الأحمر فهذا السلطان أرسله سفيرا إلى ملك قشتالة ملك قشتالة بدرو هذا الملك الصليبي الذي استولى على الاندلس في ذلك الوقت فعمل ابن خلدون في السفارة بدأ وهو في الثالثة والثلاثين من عمره فساعة إذن ذهب ابن خلدون إلى إشبيليا كانت مقر بدرو وهناك رأى ابن خلدون لأول مرة مدينة أجداده ومعقل عزهم وعامله الملك القشتالي بالكرامة الزائدة كما وصف في كتابه بل بلغ به الإعجاب بابن خلدون أنه دعاه للإقامة معه في إشبيليا قال له خليك هنا في إشبيليا وأنا سأعيد إليك أملاك أجدادك من أسرة ابن خلدون ويعني لكي يؤكد له هذا أطلعه أنه في عرب في حاشيته كالطبيب اليهودي كان لديه طبيب يهودي اسمه إبراهيم بن زرزر وكان طبيبا ومنجما وفلكيا يعني واحد من من ورث علوم الأندلس لكن ابن خلدون يعني أحسن التخلص من هذا العرض هذه الزيارة ستكون مشكلة على ابن خلدون وهذا ما نراه إن شاء الله بعد الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله توقفنا معكم عند زيارة ابن خلدون إلى إشبيليا التي كانت في ذلك الوقت في حكم النصارى رأى مدينة أجداده العريقة وعرض عليه الملك القشتالي بيدرو أن يبقى معه في إشبيليا وأن يكون ضمن حاشيته لكن ابن خلدون يعني تخلص من هذا العرض هذه الزيارة طبعا ابن خلدون هنا أثار إعجاب الملوك فأثار إعجاب صاحب غرناطة وأثار إعجاب الملك بيدرو اللي هو الملك القشتالي فهنا سنرى لمرة أخرى سعي وشاية يعني سعي للوشاية بين ابن خلدون وبين الملك ابن الأحمر فهنا قام الوشاة فأوغروا صدر لسان الدين ابن الخطيب اللي هو أصلا السفير الذي عرف ابن خلدون على الملك فيعني كأنهم حذروه من أنه بقى ابن خلدون إلى جوار السلطان الغرناطي سيجعله يستولي يعني على مكان ابن خلدون فعندئذ تغير ابن الخطيب عليه وطبعا ظهر هذا فوصل لابن خلدون فابن خلدون استأذن سلطان غرناطة ليعود مرة أخرى إلى المغرب في تلك الأثناء كان السلطان أبو عبد الله صاحب مدينة بجاية هذا أرسل إلى ابن خلدون أن يقدم عليه من الأندلس فكانت فرصة بين أرض وحاشية تضيق به في الأندلس وأرض أخرى وسلطان يرحب به ففعلا ارتحل ابن خلدون إلى بجاية بعد عام واحد من سفارته للسلطان الغرناطي صحيح سلطان بجاية احتفل به لكن أيضا السياسة تقلبت بهذا السلطان ووقعت الفتنة بينه وبين عمه وتغير الحال وحصلت أمور كثيرة وفوضى وانقلابات المهم يعني التفاصيل لا يتسع لها الوقت لكن ابن خلدون في ذلك في تلك المرحلة تنقل بين عدد من السلاطين والأمراء وقبائل العرب وكذلك انقطع وقتا للتأليف في قلعة منعزلة واستقر زمنا أيضا في فاس في المغرب وعكف فيها على العلم والتدريس لكن أيضا دواهي السياسة وتقلباتها طاردت ابن خلدون إلى أن رحل إلى الأندلس مرة أخرى وهو في الرابعة والأربعين من عمره وهو في الأندلس طارده سلطان المغرب الذي ساءه أن ابن خلدون يستقر في الأندلس وخشي أن مواهب ابن خلدون يستفيد منها سلطان غرناطة فنجح في ذلك وأعيد مرة أخرى إلى المغرب وآثر أن يتخلى وينقطع عن السياسة وأن يعني يعتكف على العلم والتأليف هذا الانقطاع هو انقطاعه في قلعة ابن سلامة الانقطاع المشهور الذي كتب فيه النسخة الأولى من مقدمته الفريدة هذه التقلبات الكثيرة في حياة ابن خلدون أطلعته على خبرات ثمينة من دهاليز السياسة ولولاها مؤكدا ما كان بإمكانه أن يكتب هذه المقدمة الفريدة التي هي خلاصة هذه الخبرة والذي يقرأ المقدمة يفهم منها طبائع الحكم وابن خلدون لما أتم النسخة الأولى من المقدمة كان ساعتها كان عمره خمسة واربعين سنة ولكنه ظل حتى آخر عمره يهذبها وينقحها يزيد فيها ويحذف منها لأنه حتى لما كتب النسخة الأخيرة كان طبعا في القاهرة التي شهدت استقراره الأخير ابن خلدون فيما بعد عاد إلى تونس وترك السياسة وأيضا لم ينجو من تقلباتها لأنه في هذه المرة ما كانتش تقلبات يعني أنا قصدت أنه كما لم ينجو من تقلبات السياسة لم ينجو أيضا من تقلبات العلماء يعني يحدث فعليا هذه طباعة إنسانية يحدث بين العلماء ما يحدث أحيانا بين الملوك من الغيرة والتنافس فالمهم في تونس كان فيها الفقيه المالكي المشهور ابن عرفة وكان بينه وبين خلدون يعني ما يكون من التنافس بين أهل العلم ويعني المهم وصلت السعايات بينهما إلى أنه ابن خلدون قرر أنه يعاول أن يتخلص من سلطان تونس فاستأذنه لكي يخرج إلى الحج فأذن له فركب مركبا إلى الإسكندرية ونزل في القاهرة لم يدرك الحج هذا العام لأن القافلة كانت تأخرت ولكن هو يعني طبعا القافلة تأخرت في البحر عن وقت الحج لكن هو حين وصل القاهرة أعجب بها إعجابا كبيرا ووصفها بهذا الوصف المبهر الذي يقول فيه فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الأمم ومدرج الذر من البشر وإيوان الإسلام وكرسي الملك تلوح القصور والأواوين في جوه وتزهر الخوانق والمدارس بآفاقه وتضيء البدور والكواكب من علمائه وقال كلاما طويلا جميلا في القاهرة رحب به سلطانها الظاهر برقوق السلطان المملوكي المعروف اللي هو مؤسس دولة المماليك الشراكسة أو المماليك البرجية وأجرى عليه رزقا وكان في ذلك الوقت توفي بعض العلماء الذين كانوا يدرسون في المدرسة القمحية المدرسة القمحية دي مدرسة كانت بجوار جامع عمر بن العاص فحل بن خلدون محلهم في التدريس وكذلك ولاه الظاهر برقوق قضاء المالكية في مصر مصر كان فيها القضاء على المذاهب الأربعة فوله قضاء المالكية طبعا سخط السلطان التونسي السلطان أبو العباس في تونس لأنه ابن خلدون بقي في القاهرة فمنع أهله من السفر إليه فابن خلدون استشفع بالظاهر برقوق أن يراسل السلطان أبو العباس لكي يأذن لأهله بالسفر وفعلا استجاب لهم ولكن هنا حصلت مأساة أريد أن أتوقف هنا أنه حال صاحب الموهبة مع الساسة هو كحال ابن خلدون إن كان مواليا لهم تقلبت الحال به كما تتقلب به فيدفعون ثمن قربهم منه أصحاب المواهب يدفعون ثمن قربهم منه طيب إن لم تتغير بهم الأحوال لم يأمنوا على أنفسهم مؤامرات القصور ودسائسها طيب إن أرادوا مفارقة السلطان إلى غيره سخط عليهم السلطان وشق عليه أن يستفيد غيره بهذه الموهبة إن أراد العالم الابتعاد كليا عن السياسة أيضا لم يكن هذا ممكنا بالذات لو رأى السلطان أنه محتاج إليه في صفارة أو في تهديئة بعض التمردات أو في التواصل مع بعض الأمراء ونحو هذه الأمور وهكذا هذا هو شقاء الأذكياء والموهوبين المأساة التي حصلت لابن خلدون إنه لما السلطان أبو العباس أزن لأهله في السفر عصفت بهم الريح فغرقت مركبهم في البحر فهلكوا جميعا زوجته وأولاده قلنا إن أبوه أمه هلكه في الطاعون وهنا هلكت زوجته وأولاده وكان ذلك ابن خلدون يعني ابن خلدون في ذلك الوقت كان في الرابع والخمسين من عمره فهو يقول عن نفسه ذهب الموجود والسكن والمولود فعظم المصاب فعظم المصاب والجزع ورجح الزهد فعند إذن طلب الاستعفاء من القضاء ويعني بدأ يعكف أيضا على التدريس والتأليف يبحث فيها عن العزاء لنفسه وبقي على هذا ثلاث سنوات وفيما بعد خرج إلى الحج يعني خروجه إلى الحج كان هو حوالي 57 سنة من عمره لكن بعد عامين بدأ ابن خلدون يعود من جديد إلى الحياة القديمة فنراه تولى تدريس الحديث في مدرسة صرغطمش صرغطمش هذا أمير مملوكي هذه المدرسة موجودة حتى الآن قريبة من جمع ابن طولون لمن يعرف منكم القاهرة وبعد أعوام أخرى عاد مرة أخرى إلى قضاء المالكية وبعدها جاءت العاصفة المغولية الجديدة التي يقودها تيمور لنك فخرج ابن خلدون ضمن جيش السلطان فرج ابن برقوق لذي العاصفة المغولية الجديدة تيمور لنك تهيب أن يهاجم جيش المماليك يعني فضلة الجيوش أمام بعض مصطفى مع أن تيمور لنك اجتاح الدنيا لكنه خشية من مواجهة المماليك المماليك كانت سمعتهم رهيبة يعني وبالذات مع انتصاري عين جلوت وشقحب لكن حصلت محاولة انقلاب في القاهرة جعلت السلطان مع الأسف يعود بجيشه مسرعا إلى القاهرة فوجد أهل دمشق أنفسهم أمام تيمور لنك وجد تيمور لنك البلد مفتوحة أمامهم فكان ابن خلدون ضمن وفد العلماء الذين حاولوا أن يأخذوا الأمان من تيمور لنك فهنا أيضا نجد ابن خلدون يعود مرة أخرى إلى السفارة فكما كان سفيرا في أقصى المغرب في الأندلس كان أيضا سفيرا في الشام في مصر ومن بعدها عاد ابن خلدون إلى القاهرة وتولى القضاء أكثر من مرة ثم حتى جاء 28 من رمضان وتوفي فيه فجأة وهكذا انطوت صفحة حياة مأساوية لرجل من كبار الناس وعظمائهم وعباقرتهم عبر التاريخ كله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ابن خلدون ونسأله تبارك وتعالى أن يعوضنا خيرا منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة